ترجمة نانسي قنقر وعرب معالي عن الاعتزاز والتقدير الرفيع لدعم ورعاية جلالة الملك المعظم أيده الله لأسس ومبادئ وقيم حقوق الإنسان الشاملة في مملكة البحرين وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن الجهود الوطنية المتواصلة التي تبذلها الحكومة تؤكد مضي المملكة في ترسيخ القواعد والركائز لجعل احترام حقوق الإنسان نواة لكل إنجاز ونجاح مشيدا معالي بالاتمام المساندة التي يحظى بها ملف حقوق الإنسان من سمون العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وما يوجه به سموه الكريم لصوغ وتنفيذ المبادرات والبرامج المبتكرة لدعم حقوق الإنسان على المستويات كافة وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على ما تضمنه تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان للعام 2022 من إشادة وثناء بملف مملكة البحرين الحقوقي إلى جانب إبراز أهم الإنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن منظومة التشريعات الوطنية حددت الأسس والقواعد القانونية التي تؤكد احترام حقوق الإنسان مشيرا إلى أن السلطة التشريعية تول اهتماما متواصلا بالتشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وتحرص على أن تتوائم القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية مقدرا معاليها الدور والمساعي المخلصة التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وجهودها المثمرة في تعزيز الثوابت الوطنية والأسس الحضارية الراسخة في مجال حقوق الإنسان اشتركوا في القناة